باش كون شو يا ترى تعرفوا ايه الفرق بين الكلمات دي وازاي نستخدمهم في الجمل بتاعتنا بشكل صحيح؟ في الفيديو ده هنعرف مع بعض الفرق بين باش كون وشو وامتى نستخدمهم بشكل صحيح قواعدياً وانا عملت الفيديو ده لاني بشوف دايماً ازاي بيحصل خلط ولخبطة في استخدام الكلمات دي بالذات عند معظم دارسي اللغة الفارسية او متعلمين الفارسية فتابعوا الفيديو للاخر لانه مهم وهيفيد كل المستويات ونبدأ بباش باش هو امر بمعنى كون بي كون مثلاً اي حاجة هنشوف امثلة بس الاول لازم نعرف ان بوش هو جزر مصدر كينونة بودان بودان بمعنى ان يكون تمام؟ الامر بقى منه هو بوش اي كون وهنفهم اكتر من الجمل الجاية مثلاً عايز اقول لحد انتظر منتظر بوش منتظر بمعنى منتظراً بوش يعني كون كون منتظراً انتظر انتظرني اي با منتظراً باش مسلاً عايز اقول لحد اي اسرع اللي هي كون سريعاً نقول زود بش زود باش زود بمعنى سريع باش اي كون كون سريعاً اللي هي اسرع زود باش زود باش سابور باش كون صبوراً اي اصبر سابور واش سابور واش اسكت او كن ساكتا يبقى ساكت بوش اي هنا كن بوش كن ايه ساكتا ساكت وهزن بعد الجمل ديت بقى واضح بوش يعني ايه وبنستخدمها امر لما نعوز حد يكون حاجة يكون صبور يكون سريع يعني يسرع يكون ساكت اي يصمت كمان هنشوفها في الاغاني بتاعتهم اسمها كويس كنار الدلم باش اظن دلوقتي عارفين يعني ايه باش باش يعني كن كن اي بقى كنار الدلم اي بجانب او بجوار قلبي كنار الدلم باش دارو نادارم باش دارو نادارم باش دارو نادارم بمعنى ما املك وما لا املك يعني ايه كل ما عندي او كل شيء لي باش يعني كن او كوني لان الفارسية ما فياش مذكر ومؤنس يبقى دارو نادارم باش كوني كل ما املك او كل شيء لي وطبعا الجامع بيكون باضافة ياء دال لو فصحة وفي العمية ياء نون يعني عايز اقول كونو يبقى باشد ايضا للاحترام يعني لو بنكلم مخاطب جامع مع الشماء اي كونو مثلا كونو سريعين السريع وزود باشد او لو بنكلم مخاطب مفرد بس عايزين نحترموه او ان هو في حوار رسمي فبنستخدم زي ما احنا عارفين طبعا صيغة الجامع باشد هنا قالت مراغبة خدتون باشد مراغبة خدتون باشد لو عايز تقول لحد خلي بالك على نفسك او انتبه على نفسك دير بالك على حالك كل دي بنستخدم المصطلح مراغب والحاجة اللي احنا عايزين نطلب من اللي قدامنا ان هو يخلي باله منها او ينتبه عليها مثلا هقول خلي بالك على انفسكم يبقى مراغبة خدتون انفسكم باشد كونو مش كونوا مراقبين لانفسكم بالمعنى الحرفي لا اللي هي انتبهوا على انفسكم لان كلمة مراغبة في الفارسية بمعنى الانتباه او ان الشخص يكون ااخد باله صاح يمركز وعلشان نقول لحد لا تكون يعني النفي ببساطة هنحط نون قبل بوش نابوش نابوش يعني لا تكون وقديما وفي الاشعار وهكذا بتبقى ميم بدل النون يعني مابوش مابوش بمعنى لا تكون يعني الاتنين واحد المستخدم حاليا في ايران في اللهاجات العمية نابوش ولكن عشان لما تشوفوا مابوش تبقوا عارفين ان هي نفسها هنا بقى لو عايز اقول لحد لا تكون حزينا نقول قامجين نابوش قامجين نابوش لا تحزن ونید بقى لیکن كون اول حاجة نعرفها عنها ان هي امر بمعنى افعل دو تمام كون هي الجزر او المادة الاصلية للمصدر كاردان كاردان بمعنى ان يعمل او يفعل شيء ما او هو المصدر العمل عموما والفعل عموما تمام يعني لو عايزين نؤمر حد يفعل شيئا ما وركزه انا بقول يفعل مش يكون وهوضح الفرق دا دلوقتي لان احنا من شوية اخدنا كينونا قلنا عشان نقول لحد كون نقول له بوش اوكي بوش كون عربي بوش فرسي فلا وعايز اقول لحد اصبر نقول سابكون اللي هي سابركون كون هنا زي ما احنا قلنا بمعنى افعل افعل الصبر اللي هي اصبر وهنا ما ينفعش اقول سابر بوش لانها تكون كون انت الصبر يعني تخيل كده حد بتكلم عربي حد بيتعلم عربي وبدل ما يقول كون صبورا يقولك كون انت الصبر لأ هنا الفرق بقى المفروض يكون واضح دلوقتي عايزين نقول لحد كون صبورا اللي هي سابور بوش اي كون انت صبورا او نقول له سابكون سابكون بمعنى اصبر اي افعل الصبر اللي هي اصبر در برابر مشكلاتي كي بتو ميرسد سابركون والامثلة كتير جدا عليها اي حاجة بمصلا اي عايزين نقول لحد افترض نقول فارسكون فارسكون يعني اعمل فرد اللي هي افترض فارسكون فارسكون تارده يكز اداموه مهم زندگيت بوده بخاطر عايزين نقول لحد فكر يعمل تفكير فكر يبقى فاككون لو لاحظتوا بتكون اغلبها كلمات عربية زي فارس فرد فاك فاكر بس هما مثلا كلمات زي سابر بيقولوا كده سابكون بدل فاكركون فاككون سابكون فاككون وهكذا يعني ايه بيختصروها مش بنتقلوا الحرف الاخير واضح فاكمان زي ما كنا بنقول بتبقى الكلمة الاولانية عربي في الغالب وكلمة التانية اللي هو فاعل الامر اللي هو افعل بيكون كن فاككون يعني فكر كذلك راقسكون راقس اللي هو الرقص كن افعل يبقى راقسكون ارقص نسمع مع بعض النفي بيكون باضافة نون قبل كن نا كن يعني لا تفعل ومسلا نقول غاهر نا كن غاهر نا كن اي ما تزعل شي غاهر اللي هو كلمة عربي بمعنى القهر هنا بمعنى الزعل واخيرا شو شو هي امر بمعنى صر او اصبح اصبح هي من المصدر شو دان شو دان مصدر السيرورة ان يصير نسمع دايما عبارة انهض اللي هي با شو با شو با بمعنى قدم المصدر با شو دان بمعنى ان هو ينهض يقوم يعني يصبح على قدمه فهو يتغير من حالة لحالة انهض زي مثلا جوم شو جوم شو جوم بمعنى ضائع شو اي اصبح يعني بنقمر حد ان هو هي بالضبط بمعنى اصبح او صر ضائعا اللي هي تقابل في العربي اغرب لو عايزين نقول لحد اغرب عن وجهه هما باستخدموها كتير جدا في العمية يقولوا جوم شو جوم شو تمام يبقى احنا دلوقتي عارفين شو دي اصلاها ايه دية الامر من المصدر شو دان صيرورة اتبقوا بر جوم شو بر جوم شو اه كمان نقول بيدار شو بيدار شو بيدار شو بيدار شو معناها استيقظ اصحى وهنا ممكن نقول الفرق بين بيدار كاردان و بيدار شو دان بيدار كاردان لو قلت الحد بيدار كن معناها ايقظ ايقظ صحي افعل يعني اعمل الامر ده افني صحي مثلا مانو بيدار كن ايقظني اما لما قول بيدار شو بيدار شو بيدار شو بمعنى استيقظ اي اصبح صحي او مستيقظ ده الفرق بينها ملخص سريع بكل بساطة بوش بنستخدمها امر بمعنى كن لما نطلب من شخص يكون صبور يكون حكيم يكون سريع اي حاجة كن امر بمعنى افعل لما عايزين حد يفعل حاجة شو امر بمعنى اصبح لما عايزين حد يصبح على حاجة معينة او يصبح شيء معين اتمنى يكون الدرس واضح وتكونوا استفدتوا من الامثلة ومن مقاطع المسلسلات والافلام والاغاني ويكون ان شاء الله الصعوبة اللي بينهم راحت دلوقتي واضحين لو فهمناهم بالعربي اصلا لو فهمنا الفرق بين الكينونة والصيرورة والفعل او العمل بعد كده هتكون سهلة قبل ما نقول الجملة بتاعتنا بالفارسية نشوف الاول ايه الفعل المناسب هل احنا عايزين الشخص اللي قدامنا يكون الحاجة ولا يبقاها يصرها ولا يفعلها هي شوية فروقات جوهرية بس مهمة مهمة عشان الكلام بتاعنا يكون مصبوط وصحيح وده ما يخصش بس الامر لا كمان الجمل المضارع والماضي انا بتكلم بشكل عام الفرق بينهم وحطيت الامثلة في الامر عشان تقريبا هو اوضح حاجة واللي فهم الكلام ده يعرف يطبقه على بقية الازمنة وشكرا لمتابعتكم بخدا تلکت کن بخدا تلکت کن بخدا تلکت کن سر سر کنید زندگی کنید لذت ببروید تجربه کنید حتابم کنید حتابم کنید اشتر sie way بگوهی بخدا تلکت بخدا تلکت کنید حتابم کنید حتابم کنید حتابم کنید اشتركوا في القناة